أنا قلت المصرشان المطالب منصور تنفيعه كاشا دول سينتهي ضوهم العام الجديد 2016 مفاجأت في الانتخابات الليقاسية الأمريكية أنا قلت أولاً أن الليقاسة أنا أرى أنه مؤخة فيه وقية اتضحة لية مؤخوا أنه سيحدث من كلاب في آخر لحظة لصالح المؤشح الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية السنة 2017 تبدأ بيوم حد السنة دي بتحصل فيها حرب كبيرة هم هي بتقوم بقى لخمس شهور ده اتباط هيكمل بس مش هيعمله خطوة تانية زيادة عن كده ألا بعد شهر تسعى السنة فاته قلنا انقلاب على أردوغان السنة دي انقلاب ناجح على أردوغان ورئيس جديد لتركيا هل هم منجمون؟ أم فلكيون؟ أم مشعوذون؟ الإنسان بالطبيعة يرغب في معرفة المجهول وخاصة من المستقبل وأبونان عليه هو بينتظر أي حد يقول له هذا المستقبل بيقول إيه الناس اللي بيتعاملوا مع الأبراج انقسموا القسمين وأنا باعتبرهم الاتنين خدوا الإكستريم ناس مصدقين بقوة وبشدة كل حاجة من الأبراج صح ويعتبروها صح وبيصدقوها واللي دايماً بينشروا عن برج العزراء مثلاً متوافق جداً مع شخصيتي فكل يوم بيزيد إيماني بالموضوع أكتر بحب أتطلع على توقعات السنة الجديدة بنتظر أحداث معينة لو أحداث سعيدة بنتظرها طول السنة وناس تانية رفضين بشدة وأي حاجة من الأبراج غلط وكسب وتخريف لو هم عارفين الحاجات دي اللي بتحصل للشخص ده هم الحاجات دي عارفوها من إيه فيه ناس عندي بتكلمني تقريباً اللي هو ممكن يكونوا بيكلموني كل يوم أو يوم أو يوم لا علشان يتابعوا الحالة الفلكية بالنسبة ل وفيه ناس بتقولي يعني إن هما بيشتروا جورنال مخصوص علشان خاطر يقروا البرج بتاعه كان للي علاقة برضو بحد الأبراج اسمها لينا طلبت مني إن أنا أقولها أحكي لها كل حاجة عني لقيتها بعد كده جاءت الكلام معي وبتقول لي أنت هي حصل معيك كذا هي حصل معيك حاجة كتير أوي وفعلاً بعدها بفترة حصلت معي الحاجات دي فمن ساعت أنا تعالقت أوي بالموضوع وبقيت متأثرة بي جداً إذا أنت عايز تبقى محدود الخيارات وسايب الأبراج تحركك امشي واختار إن البرج ده يسوي البرج ده براحتك فيه ناس كتير بتكون محتاجة حد يديها أمل في حاجة معينة فبيتصلوا بيهم بيطلبوا منهم ده من غير ما يكونوا عارفين مدى حقيقة المصدر ده واحد يقوله إن السنة دي هيبقى سنة مناسبة للزواج هيبقى عينهم بحلاقة يدور على بنت الحلال في وسن الناس اللي بتقابله وأول ما يلاقي توافق هيروح يصدق ما زي ما يقوله ياخد الحدث ويبتدي يستمر لو تقدمي حد ممكن إن أنا أو أكيد إن أنا حسأله برجك إيه وحبدأ أدور على النات على توافق البرج ده مع برجي والعلاقة حتكون عاملة إزاي لو لقيت إن البرجين مش متوافقين مع بعض تماماً مش ممكن أخذ القرار إن أنا أني العلاقة عشان الأبراج مش متوافقة بس ممكن يؤثر علي أنا في التعامل فأوصل لنفس النتيجة في الآخر كل يوم الصبح بفتح الموبايل وبخش على برجك اليوم إيه هو وحظك اليوم إيه وحتى كمال ما بكون مثلاً داخله في علاقة أو الحاجة أول حاجة بعملها أنت برجي إيه بشوف برجي ونسبة التوافق اللي بيني وبينه وساعتها بقى بفضل تماماً قاعدة عدى فكرة ده جتونا بتكلم معي بقول أنتو تامل كذا وتامل كذا وتامل كذا ممكن تخليني أكره شخص من غير ما يكون فعلاً أنه هذا الشخص يكون بريء 100% التوافق دوان حنال موجود فيه إتنين هيتوفاهم مع بعض إيه هيتدور الدين في كده إيه الحام في كده مفيش حام أنا ما بسحوش لحد أنا بكشف له اتطابع ويقولوا أنه فيه أشخاص واحد ناري مع هوائي لا يتطفقها الحقيقة أنا هقول عن نفسي كشخص أن أنا من موليد برج القوس وزوجتي من برج العزراء ومتوافقين 100% لو قريت أنه كاتب لي انتظر حادث سيارة قريباً من نسبة الحوادث كتير في الحياة ولكن أنا نازل مهيئ ده بيقولوا حادث سيارة علمياً أنا كده بدأت أفكر في حادث السيارة واستحضره في خيالي وفي دماغي وفي طقتي لو أنا قريت أنه فيه حيحصل لي حادثة النهاردة أو حيحصل لي حاجة مش كويسة ممكن أن أنا منزلش من البيت أو ألغي اليوم أو ألغي الأحداث اللي أنا كنت هتعامل معها تماماً وبالتالي لو حدث لو دخلت في زحمة وفي لخبطة ممكن يحصل فيها حادثة أنا في اليوم الطبيعي كان عقلي صاحي وعقلي مركز فكت هاخد رد فعل قوي سريع يحميني دلوقتي بقى فيه فكرة معرقلة الرد الفعل بتاعي هيكون ضعيف هيبقى مش زي العادة فيحصل حادثة لأن أنا اتأثرت بالكلمة فهفكر أن ده الكلام بتاعه هو لصح هلع الناس على مطالعة الأبراد كل ما غمضة أمام الإنسان يبحث عن تعرف عليك لو قاعد يقول انتبه يا مولود بورج كذا انت يوم شهر ثلاثة جاي هيبقى شهر جحيم ولخبطة ومشاكل في حياتك ويقعد الناس في رعب ده من عالم الشعبات الناس الزكية قوي واللي شطرة في شغلها هتلاقيها ملهاش حظ في الحظ بورج الحمل السنة الجاية أبوب الزوج مفتوحة ليهم أفضل شهور السنة 1 و 4 و 7 و 11 بنحذرهم من شهر 9 ضرب بالغيب انتشارها على الفاضي والمليان بهذه الطريقة التي تستغل فيها الفضائيات ده بالتأكيد تخرجها عن المنطوق العلمي اللي أنا قصدته من إخوان الصف بعد ما بيتجوزوا ما بيتجوش للإستشارات الفلاكية بيتلاقهم مشاكل في محاكم الأسرة بيتطلقوا وتبعدلوا وتجوزوا تاني وولادوا منتشاراته وإلى أخيه هتقصوا إيه؟ هتقصوا إيه؟ هو مش حرام وعلى ما قد ينحللوها إن إحنا نستشهيه الفلاكي ومتدي له الإسم متأخذ منها دي يا أه يا لأ فلان هيتزوج أو مش هيتزوج فلان هتطلق أو مش هيتطلق فلان هيموت ولا هيعيش هذا نصب ودجل واحتيال باسم العلم من ضمن الحاجات اللي برضو توقعتها إن سيادة الرئيس السيسي هو اللي حييبقى الرئيس ده في 2014 ماكيش ولا حد من خبراء الأبراج كلهم كانوا مصرين إنه هو مجدائي إيجا ناس سيقاها مني قالوها أولا ما مش هو يترشح لقل عيلها من زمان وإعلاميين كبار طلعوا فوقوا العيل وهو لسا في أول محدش رعافه المشاعر في التاح السيسي هو الأصمة قوية السياسة العسكرية الفريق الأولى في التاح السياسة بمصر وإرسال القاضي الموفيات القادمة طبعاً أنا قلت من لبنان إلياسر وحباني خيوز يوري موكدي حسن نصلا بالسرطان سامي الجميع النائب قضاء المتن في ظروف طبيعية أمي اللحود الفنانين لازم متوقعت دي توقعات دي الأفنو 16 ثم أخذ الصور بوسي ونجلاف الحوائزة تبعوه في محمد حميدة تمام وإعلامي مصري بسطة أن دي توقعات للفترة القادمة الفلك لا علاقة له بتصريف الأمور ولا بأقدار الناس ولا بمستقبل العباد ما يحب يتكلمه عن رئيس أو عن مسؤول أو عن أي شيء هو عنده زكاء أنه بيلم إيه اللي ممكن يتكلم فيه ويستطيع أن ينجح إذا صدف كميع الجماعة من سؤال العالم حتى دون وولاند ريجان فرنسوان مترار ورئيس فرنسا السابق كلهم بيستخدموا بالفلكيين إزاي يوحوا إزاي يجوا مش عيب ده يعني دول متقدمة صناعية جمع المخابرات عن مسؤول العالم بيستخدموا فلكيين وفي بعض الدول اللي هي العظمة بيستخدموا كمان الصحة أنا بقضي تدريجيا على وجود الله وأتجه إلى الإلحاد الفكري لأنه هناك طاقة أخرى غير الله الذي يحكم كل أمور الإنسان في الأرض إلى إنسان يقود الإنسان الآخر إلى الله وأعلم يمكن إلى الهوية الناس بتسأل التعابلات في وزارة الزنسان أنا متوقع في جميع الأحوان 2017 دي توقعات السجاجة حكومة عسكرية بالكامل على رأسها وقیس وزارة عسكري تماماً من هو؟ أنت عرفاني توقعاتي أنا الوحيد عم السرعالم اللي بحدد بالإسم وبقول صادم أنا بقول لك هو اللواء اللي هو وزير المتاك الحرابي محمد العصر الاتجار في الممنوع أنا بعتبرها دي أصعب من تجارة المخدرات في جاء العمال الداخل وخارج مصر بديهم كورسات في الموضوع دوا بكشف لهم بكنا نبق لهم بلقاسهم سعودة لها بوطن كل دوا ايه الدجاة اللي فيه الشعر؟ طيب أنت بتعلم الغيب طب ما هو أولى بحضرتك إن كنت أنت بتعلم الغيب إنك تجلب الخير لنفسك أو تدفع الشر عن نفسك طب الأجهزة لو بتستعين بيك يعني كما تبداعيك طب ما كنت درقت عن مصر الشر ده كله هي مش خدعة هو ممكن تبقى خدعة لو الناس اللي بتشتغل في الموضوع ما درسوش من يأتونا في البرامج التلفزيونية هم المنجمين أنا ما بعملش أعمال يعني بقولك الطريقة أو الفلان إزاي حتتعاملي مع الشخص ده عشان تكسبينه أنا أبحث أو حاسب فلكيين الذين يدعون أنهم فلكيين لا يمتوا إلى الفلكيين بصرة بيعرفوا فقط من قلم الفلك حاجة واحدة بس اللي هي أبراج التي تتحرق فيها الشمس على مدار الزم القمة المفوض بيتحظه في بيت الأولاني هو متواجد في بيت السابع المقابل بنسميه القمة مش محظوز ويؤدي للإنسان يحدث عندك عدم استقاف الجواز وقد يؤدي لإنتي تجوز معك خارقة الفنجان نفس الشيء هل يستطيع إنسان أن يقول أن الفنجان هيتحكم في حياته يا جماعة ما الحظ اللي بمعندنا بلاشنا عنده بطاله كلام فاضي بقى ترجمة نانسي قنقر